أما كلوي كرداشن فأعادت نشر استوري اللي نشرتها صفحة People's Choice Awards خلال تسلمها جائزة The Reality Show لعام 2022 عن برنامج الواقع The Kardashian بموسمه الثالث ولكن بعد إعلان النتيجة وبسبب اختفاء كلوي للحظات والدتها كريس جينر صعدت على المسرح واستلمت الجائزة عنها اللي أن كلوي سريعا رجعت ظهرت وطلت على المسرح وشكرة الجمهور وإلى جانب جائزة The Reality Show جوائز عديدة قدمت السنة في الدورة 48 لحفل People's Choice Awards وهذا اللي بنتكلم عنه بخبرنا في الانسايد تيك فبهل حدث القائم على تصويت الجمهور تيلر سوفت اللي تغيبت عن الحفل فازت بثلاث جوائز وهي وأفضل فيديو كليب عن فرقة BTS تغيبوا عن الحفل وحصلوا على جائزتين The Group of 2022 وجائزة The Concert Tour عن جولة Permission to Dance وبهالدورة تصويت الجمهور عطى كاري أندر وود جائزة The Country Artist of 2022 واسم هاري ستايلز مغاب عن الحفل فحصل جائزة The Main Artist of 2022 وأيضا الفيلم اللي شارك ببطولته Don't Worry Darling حصل على جائزة The Drama Movie of 2022 وفيلم آخر مغاب اسمه عن الجوائز وهو Doctor Strange in the Multiverse of Madness إذ فاز بجائزة Movie of the Year 2022 وبطلاته Elizabeth Olsen لأدت دورواندا فازت بجائزة The Female Movie Star وجائزة The Action Movie Star متفوق بذلك على الرجال ضمن هذه الفئة اللي ضمت أسماء كبيرة مثل Tom Cruise ودوين جونسون أما جائزة The Male Movie Star فكانت من نصيب كريس هامسورث عندوره في فيلم Thor Love and Thunder وغيابه عن الحفل عوضة برسالة شكر لكل صوت له ونجم آخر حرص أيضا على شكل الفانز وهو Austin Butler اللي حصلت جائزة The Drama Movie Star of 2022 عن أداء شخصية ألفز برسلي بفيلم ألفز أما جائزة People's Icon Award of the Year فكانت من نصيب شناية وين اللي أبهرت الحضور على المسرح وراين رينولز اللي شكر عائلته عند السلام الجائزة وما نقدر ما نتوقف عند فوز مسلسل Grey's Anatomy بجائزة The Drama Show of 2022 وذلك الاستمرار العظم من عام 2005 ووصوله إلى الموسم 19 وأيضا بطلتها ألين بامبيو حصلت على جائزة The Female TV Star of 2022 ومن الفائزين أيضا كالي كلاركسون اللي حصلت جائزة The Daytime Talk Show of 2022 على البرنامج اللي يحمل اسمها شكرا للمشاهدة